بتاريخ يوم 7 فبراير 2014 عقد بفندق سانجو بمدينة مراكو اجتماع لفرق اندية الهوات القسمة اول والتاني وبحضور رؤساء العصب عصبت الجنوب عصبت سوس عصبت فاس عصبت الشمال وبعد الاستماع الوضعية الرهنة ولتدارس المرحلة انتقالية التي تعيش وكرة القدم المغربية وبعد المناقشة خلالها خلصة حضور الى اقرار التوصيات التالية اولا التشبت بحضورها ومشاركتها في الجمعية العمومية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بجامعة فرق الهوات ثانيا المطالبة بتبليغ جامعة اندية الهوات المشاركة يومه بمشروع النظام الاساسي لجامعة المعدل المزمع عرضه للمصادقة في الجمع العام الاستثنائي داخل الاجل القانوني ثالثا التأكيد على ما جاء في التوصيات السابقة في بلاغ اجتماع 15-1-2014 بالدار البيضاء والتي بقيت دون جواب والمرفق ببلاغها بهذا البيان رابعا عدم مصطرية مضمون مراسلة الواردة على السادة رؤساء العصاب لانتدام ممتنة اندية الهوات لجمع العام خامسان سجيل الحضور لاستنكار استنكار يموشل للعقوبة الصادرة في حق السيد عبداللاطف العافية رئيس عصبة الشمال والمضايقة التي يتعرض لها للجنة المنظمة لاندية الهوات اشتركوا في القناة